مشاهدين أهلا بكم إلى أضواء على الأحداث وفي ملفنا الأول والبداية من عرفات حيث وقف عشرات الآلاف من الحجيج إلى جبل عرفة بالقرب من مكة المكرمة في حين يؤدون أحد أهم طقوس الحج السنوية ويقضي الحجاج هناك ساعات في الصلاة وقلصت المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بشكل كبير من أعداد من سمحت لهم بأداء فريضة الحج بسبب وباء فيروس كورونا وعادة ما تستقبل الرياض أكثر من مليوني شخص في الحج لكن سمح هذه المرة لستين ألف فقط بالمشاركة وجميعهم مواطنون سعوديون أو مقيمون أجانب يعيشون في المملكة وارتدى الحجيج ملابس بيضاء وحملوا مظلات واقية من شمس الصيف الحارقة وقال التلفزيون السعودي أن عملية انتقال جموع الحجيج من ميناء إلى عرفات اتسمت بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء مع وجوب المبيت فيها حتى فجر أول أيام العيد إذ يتوجهون لرمي الجمرات يشار إلى أن مخيمات الحجاج في ميناء تشهد إجراءات صحية صارمة وذلك تفاديا لمنع انتشار الفيروس بين الحجاج دعونا مشاهدين نتابع هذا العرض عن أهم مناسك الحج من عرفة إلى طواف الوداع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وابراسكايب ينضم إلينا في هذا الموضوع دكتور نور الدين الخادمي أساذ الفقه والمقاصد معنا من العاصمة تونس دكتور بداية نهلا بك وكل عام وأنت بخير أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير ونسأوا الله جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة بخيرات كثيرة وبركات شتى وعدة وأن يرحمنا وأن يرفعنا هذا البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أمين دكتور بداية وقفة عرفة بالنسبة للحجيج ما الذي تمثله وهي أحد أهم مناسك الحج عادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عرفة شعيرة من الشعائر الإسلامية ركن من أركان الحج والركن الحج هو الركن الخامس كما هو معلوم عرفة أحكام ومقاصد وقيم عرفة مشهد حضاري مشهد تاريخي يذكرنا بمشهد يوم القيامة هذا بالنسبة إلى عقيدتنا ومصيرنا ويذكرنا كذلك بمشهدنا الإنساني في هذه الدنيا من حيث المساواة والعدالة واستدعاء هذا الإنسان بكرامة وحرية ومسؤولية وإنجاز من أجل تجسيد مراد الله سبحانه وتعالى نحن اليوم نعيشه هذا المشهد الإسلامي الكوني العظيم الحجاج يقفون في عرفة وقد أكملوه قبل قليل وجموع المسلمين يواجهون نعم دكتور طيب يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور نور الدين الخادمي أستاذ الفقه والمقاصد معنا من تونس سنعود أيضا التواصل معه في هذه الأثناء ونريد أن نستطلع من خلاله ونستوضح أهمية هذه الشعيرة وهي أحد أهم مناسك الحج تحديدا في هذا اليوم يوم عرفة والعشرات طبعا العشرات الآلاف في هذه الأثناء يفدون إلى جبل عرفة طبعا استعدادا للنفير إلى مزدلفة وصولا طبعا في النهاية إلى طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج أشير فقط إلى أن هذه السنة فيما يتعلق بالحج مختلفة نوعا ما عن السنة الماضية حيث أن المملكة العربية السعودية كانت قد تقريبا سمحت لأول مرة بتواجد ستين ألف من داخل المملكة العربية السعودية وأيضا من المقيمين فيها سواء كانوا مواطنين أو حتى أجانب مقيمين في المملكة العربية السعودية بإعداء مناسك الحج والسبب طبعا كما تعرفون هو انتشار وباء فيروس كورونا في العالم ومن ضمن من انتشر بالمملكة العربية السعودية والسلطات السعودية كانت تحدثت أن كل هذه المناسك والحج في هذا العام يتم وسط إجراءات صحية مشددة من أجل منع انتشار وتفشي أيضا فيروس كورونا بين الحجيج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر